أربعون يوما مرت على فاجعة الحمدانية في نينوى وما زال ذو الضحايا يذكرون بألم وحسره المئات من أبنائهم وأهليهم الذين راحوا ضحية فساد وإهمال واضحين دون أن تشخص لجنة التحقيق الحكومية المتسببة الحقيقي كما يقول أهل الضحايا في كنيسة بمدينة الموصل تذرف الدموع من جديد وفي مقبرة ليست ببعيدة لا شيء يكسر الهدوء سوى صراخ ونحيب الأهالي الذين لما تندمل جراحهم بعد أي تحقيق هذا الذي ينتهي في يومين يقول ذو الضحايا الذين يطالبون بتدخل دولي للكشف عن المتورطين الحقيقيين بالفاجعة التي أودت بحياة 132 شخصا وإصابة 175 آخرين بينما يؤكد الطب العدلي في نينوى أن قرابة 37 جثة من الضحايا لم تعرف هويتهم بعد ويؤكد القس إغناط يوس أوفي أن ذوي الضحايا لم يقتنع بنتاج التحقيقات التي خرجت بها اللجان الحكومية مشيرا إلى أن مطالبهم باتت تتمحور حول أمرين الأول إجراء تحقيق دولي والثاني هجرة جماعية بسبب ما يلاقونه في العراق نحن نريد أنه تطلع الأهم شيء تبين الحقيقة تنعلن الحقيقة أش كان السبب بحدوث هذا الحادث أثناء إقامة عرص هذا أهم شيء نحن ندور عليه ندور على الحقيقة تكرار حوادث الحرائق وسقوط المئات من الضحايا الأبرياء وآخرها فاجعة الحمدانية يضع السلطات الحكومية أمام مسؤوليات أخلاقية وقانونية فإن كانت الأولى غائبة عن من يمسكون بزمام السلطة اليوم فإن الثانية باتت ضرورية لمحاسبة المقصرين والمتسببين ومن يحميهم من المتنفذين والمستفيدين بعيدا عن محاولات الترقيع والمساومات السياسية للتغطية على فواجع يقتل فيها العراقي مرتين مرة حين يدفع روحه ثمنا لإهمال السلطات وفساد المسؤولين وثانية عندما تدفن الحقيقة مع جثث الضحايا وتتم التغطية على المتسبب ليضيع دمهم بين لجان التحقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر